النهاردة هقولكم عن طرق سهلة وبسيطة للتخلص من انسداد الانف والتخلص من اي مخاطم تراكم اول طريقة هتجيب نص كباية مية وتغليها كويس وتحط فيها ربع معلقة صغيرة من ملح الطعام وربع معلقة صغيرة من بيكاربونات السوديوم اللي هتجيبه من عند العطار وتقلبهم مع بعض كويس جدا وتخليهم لحد ما تبقى درجة حرارتها دافية وتقدر تتحملها وممكن تستخدمها زي ما هي عن طريق الاستنشاق القوي من الانف وتقدروا تحطوا المحلول ده في علبة بخاخ انفة قديمة فضية بعد ما تكسلوها كويس او علبة قطرة قديمة وتستخدموها للانف 3 مرات يوميا والمحلول ده من افضل غسلات الانف لان ملح الطعام بيعتبر مضاط حيوي موضعي داخل الانف اما بيكاربونات السوديوم بتعمل على ترطيب الانف والقضاء على جفاف الانف بالاضافة انها بتعمل على ازابة المخاط الموجود داخل الانف واما تاني طريقة هي عن طريق استنشاء الزوت العطرية وهي مفيدة جدا لانها بتحتوي على مواد فعالة قوية ومن اهم الزوت العطرية لازالة انسداد الانف هي القومفل والنعناع والايوكليبتوس لانهم بجانب انهم بيشيروا انسداد الانف كمان لهم مفعول قوي للبكتيريا والفطريات الموجودة في الانف وطريقة استقدامها هي وضع معلقة صغيرة من احد الزوت العطرية وافضلهم للجيوب الانفية هو اليوكليبتوس ونحط المعلقة دي على كوباية مية مغلية وتحطها قدامك وتحط فوطة على راسك عشان توجه البخار اللي طالع اليك وتبدأ تستنشك البخار اللي طالع وبتلاقي نفسك ارتحت في الحال ومناخيرك تفتحت وترتبط وبتشيل اي احتقان موجود في الجيوب الانفية في نهاية الفيديو اتمنى يكون الفيديو افادكم ولو استفدتم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك ومشاركة عشان غيرك يستفاد ولو في اي استفسار اكتبوا لي تعليقات وهرد عليكم في اسرع وقت ممكن وكمان في رابط في وصف الفيديو بيحتوي على جميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بيا للرد على جميع استفساراتكم الخاصة سلام شكرا